السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد في هذه الحلقة إلغاء الهبوط في دوري القسمين الثاني والثالث أولى أخبرنا أعزائي المشاهدين في كرة البلد رسميا اللجنة الخماسية تقرر إلغاء الهبوط في القسمين الثاني والثالث في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مصابقات القسم الثاني والثالث والرابع لموسم 2019-2020 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مصابقات موسم 2020-2021 كالتالي يتكون من القسم الثاني من ثلاث مجموعات كل منهما يتكون من 16 فريقا بإجمال 48 فريق 36 فريق مستمرين في القسم الثاني و 12 فريق الصاعدين من المركز الأول في 12 مجموعة تقام بين كل مجموعة دوري من دورين يصعد الأول مباشرة إلى دوري القسم الثاني ينتهي قيد اللاعبين في 21-11-2020 بينما تبدأ المصابقات يوم 25 نوفمبر القادم أما بالنسبة للقسم الثالث يتكون من 177 فريقا 155 فريقا زائن 22 فريقا متأهلا من القسم الرابع يتم تقسيمهما إلى 12 مجموعة يصعد أول كل مجموعة إلى دوري القسم الثاني ينتهي القيد في 28 نوفمبر على أن تبدأ المباريات في 30 نوفمبر 2020 ثالثا القسم الرابع يتكون من 352 ناديا الأندية المنضمة حديثا توزع على مجموعات حسب الموقع الجغرافي وينتهي القيد في 30 نوفمبر وتبدأ المباريات في الإسبوع الأول من ديسمبر 2020 رابعا تخصص مجموعة لسيناء تشجيعا لممارسة الأندية في شمال وجنوب سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تمشيا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تقسيم مجموعة في القسم الثالث اعتبارا من الموسم بعد القادم 2021-2022 يصعد الأول مباشرة إلى دوري القسم الثاني ثاني أخبرنا اتحاد القرى ينقل احتفالية الأهلي بدرع الدوري للساد السلام ويشكر الطلائع قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمر الجنيني الشكر لمجلس إدارة طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمصابقة الدوري المصري وموافقة نادي طلائع الجيش على إقامة الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي على ملعب استاد السلام الجوكر حسين عبداللطيف لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق مديرا فنيا لنادي الألمونيوم بالقسم الثاني مجموعة الصعيد خلفا لياسر الكناني أي من المزين مديرا فنيا لبني سويف بدوري القسم الثاني أما المجموعات القسم الثاني المقترحة المجموعة الأولى تتكون من 16 فريق هما كيمة أسوان والألمونيوم وشبان قنة وقنة وسهاج وطهطة وبترول أسيوت وأسمنت أسيوت ديروت ألمينيا بن سويف تليفونات بن سويف مركز شباب سمصت الفيوم الإعلاميين الشرقية للدخان أما المجموعة الثانية مجموعة القاهرة تضم النجوم والترسانة ونادي مصر والداخلية والنصر والسكة الحديد منتخب السويس وبوتروجيت وبورتو والقناة والمريخ والزرق وجمهورية شبين وسيرس الليان وكوكاكولا وطنطا أما المجموعة الثالثة مجموعة بحر واسكندرية تضم دي كيرنس والمنصورة وبني عبيد وبلدية المحلة مالية كفر الزياد كفر الشيخ بيالة العبد منهور فرق أبو القير للأسمدة الألمونيوم الأولومبي سبورتينج حرص الحدود الرجاء الحمام الجزيرة بمطروح اتحاد القرى يصرف مليون ومئتين ألف جنيه للحكام صرفت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري القرط القدم برئاسة عمر الجنيني مبلغ مليون ومئتين ألف جنيه للحكام اعتبارا عن مستحقتهم المالية عن شهر أغسطس الماضي بعد عودة مصابقة الدوري فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم وتسبب في توقف النشاط الرياضي رسميا برج العرب يصطديف نهاء دور أبطال إفريقيا كشف مسؤول اتحاد القرى عن ملعب برج العرب في الإسكندرية سوف يصطديف بشكل رسمي نهاء دور أبطال إفريقيا المقرر له يوم 6 نوفمبر القادم وأن الجهات الأمنية أخترت اتحاد القرى بإقامة نهاء دور الأبطال في ملعب برج العرب ورفضت إقامته باستاذ القاهرة الدولي وتأهل الأهل إلى المباراة النهائية على حساب الوداد فينما يلتقي الزمالك مع الرجاء المغريبي في الإياب يوم 1 نوفمبر المقبل بعد الفوز عليه في المغرب بهدف دون رد سجله أشرف بن شاركي رئيس الترسانة عمر الجنيني وعدنه قبل استئناف النشاط بإلغاء الهبوط أكد طارق السعيد رئيس نادي الترسانة أن عمر الجنيني رئيس اللجنة الخماسية والمكلفة بالتحاد القرى وعد الأندية قبل استئناف النشاط بالفعل بإلغاء الهبوط وقال طارق السعيد ناعد لجماهير الشوكيش باستغلال قرار إلغاء الهبوط وتحسين الأوضاع حيث يعود الترسانة إلى صابق عهده في الفترة المقبلة المنتخب يعسكر في 3 نوفمبر استعداداً لتوجو وصلاح يرتدي الشارة يوم استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على الدخول في معسكر مغلق يوم 3 نوفمبر من أجل الاستعداد لمباراة توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية سيكون به خمسة من المنتخب الأولمبي هم رمضان صبحي طاهر محمد طاير ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وأكرم توفيق وذلك بعد تأخر وصول المحترفين ثم سيعلن البدري يوم 7 نوفمبر عن التشكيلة النهائية وقد يعود عبدالله السعيد من جديد بعد تألقه قصة كابتن المنتخب البدري يميل فيها إلى منح الشارة لنجم مصر محمد صلاح أعزائي المشاهدين هنلتقي في الفقرة الثانية مع الكابتن عماد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت باسبورت والناقض الرياضي حمد مرجان هنطلع لتقرير صوته ونرجع لحضراتكم مرة ثانية رجعنا لكم مرة ثانية عزائي المشاهدين الكرام في كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف كابتن عماد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت باسبورت ثلاث فروع في مصر وروسيا والإمارات رئيس مجلس إدارتها كابتن سيف سلطاني المحرزي لاعب نادي العين الإماراتي وأيضا لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم وعقيد في الشرطة في دولة الإمارات أهلا بك يا كابتن عماد أهلا وسهلا أنا أستاذ محمد ولينا الشرف تروع معك في البلدنامج إن شاء الله منورنا ومشرفنا النعارة دون حضرتك ومعنا أيضا الناقض الرياضي دايما متواجد معنا ناقضنا الرياضي الكبير الكابتن حمد مرجان أهلا بك يا كابتن حمد أهلا وسهلا لك يا كابتن محمد شرفت بوجود معك ووجود مع الكابتن عماد الرئيس التنفيذي لشركة سبورت باسبورت والخابير والمحاضر الدولي للتسوق الرياضي كابتن عماد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت باسبورت سبورت باسبورت لشؤون الاحتراف والاستشارات الرياضية سبورت زا سبورت للترويج الجماهيري والسياحة الرياضية سبورت باسبورت لإدارة شؤون اللاعبين والمدربين والمؤسسات الرياضية سبورت بسبورت لتأهيل وتطوير القدرات والمؤهلات الرياضية سبورت بسبورت للشؤون الاقتصادية والتسوقية والحقوق الرقمية الرياضية سبورت بسبورت لتطوير العلاقات الدولية والدعاية والإعلان الرياضي الحديث سبورت بسبورت لتنظيم الفعاليات والبطولات والمعارض والمؤتمرات الرياضية عاوز أعرف من حضراتك كده فكرة مجملة عن شركة سبورت باسبورت أولا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي وبنتشرف بوجودنا معك في البرنامج وإن شاء الله نتمنى البرنامج يكبر أكبر في أكبر ويصبح برنامج علامي في الرياضة ثانيا عاوز أدل حضرتك بريف سريع عن شركة سبورت باسبورت هي شركة دولية رياضية بتشتغل في عدة مجالات رياضية عندنا ثلاث فروع الفرع الرئيسي في دولة الإمارات والفرع الثاني في روسيا والفرع الثالث في مصر الشركة بتشتغل في سبع مجالات أو مجموعة الشركات بتاع سبورت باسبورت بتتفرع لسبع شركات بنشتغل أول حاجة في إدارة شؤون اللعبين والمداربين المحترفين عندنا عدة لعبين وعدة مدربين عرب وأجانب بس بنشتغل بستايل معين مختلف عن اللي موجود في السوق العربي احنا بنتعقد مع المدرب أو اللعب لإقدارة كافة شؤونه مش لتسويق اللعب فقط لأنه يلعب في نادي وسلامه عليكم ونسيبه ويلعب بقيت فترة عقده ونمشي لا بنتابعه وبنعمله صفحات السيشيال الميديا بتاعته وبندرها بنرأيه من الناحية الاقتصادية برضو يعني مثلا كمثال مثلا لعب في دولة الإمارات في الدولة الإماراتي حضرتك عارف اللعيبة في دولة الإماراتي مدخلاتهم المالية عالية ففي بعض اللعيبة بتشتري سيارات فارهة غالية الثمن وفي بعض اللعيبة بتفتح مثلا حاجات تجارية يعني محلات تجارية مشاريع تجارية وما بيعرفوش يدروها أو ما بيجبوش الناس اللي بتعرف تدرها فاحنا بنقوم بالحتة دي برضو مع اللاعب من جميع شؤونه إدارة شؤونه بالشكل المحترف طول فترة التعقد طيب احنا يعني من خلال برنامج كورة البلد مقدمين لحضرتك كده هدية بسيطة نخرج ونشوف الهدية لأسرة البرنامج كورة البلد عاملها لحضرتك ونرجع مرة تانية شكرا رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام كابتن يعني عماد المكاوي انت الغالي فعلا شرفتنا ونورتنا في عزيزي الحلقة كابتن حمد مرجان لنقضنا الرياضي يعني عاوز رسالة توجهها لكابتن عماد المكاوي تقول له ايه النهاردة كابتن عماد يعني اخ عزيز وانا اتكلم في حاجة الوقتي جميلة جدا ما شفناش في مصر وهو دايما دماغه شغالة في التسوق الرياضي والاستشاطر اللي ديها بشكل مش شايفونه في مصر عامة يعمل تمام هو اتكلم مع حاجة اللي هي قدرت شؤون اللاعبين ديها اولا جديدة نخد بالك فدي شيء احترافي المفروض ان احنا هنا كمصر نستفاد من العقلية تاع كابتن عماد لان هو احسن من يدير التسوق الرياضي في مصر تمام وافكاره كلها جديدة فانا دايما بتمناله ان ربنا دايما يكرمه في المجال الرياضي لان هو خير من يسلنا يعني كابتن عماد شغال في دول الخليج واوروبا اخطر من 25 سنة ما عندناش حد في مصر بيشتغل بالاحترافية بتاعته اولا هو عنده الامانة والصدق والتفاني في العمل ودايما صريح في تعاملاته حتى طريقة العقود بتاعته لما تيجي تقرى عقوده تلاقي فيها يعني بدي اللاعي بحق لان هو بيتعامل مع اللاعي بخوف قبل ما بيفكر في مصلحته وغيره لسه اصمار اللي يادله بنشوفه الوقت اصمار اللي شغال في مصري بيجي بيفكر دايما اه يكسب يكسب كابتن عماد بيختلف في الحتة دي اولا بيتعقى ربنا وعنده فكر كويس جدا تمام واحنا يا رات هنا نستفد منه ومن خبراته اه وهو خيره من المسلنا في التسوق الرياضي في مصر كابتن عماد شفنا كليب انت الغالي رسالة توجهة الاسرة البرنامج تقول له ايه النهار اولا بشكر حضرتك على الكليب الجميل دوت والهدية الرائعة دي وبشكر الكابتن حمدي على الكلام الرائعة اللي اسمعنا منه وبهدي اصلة البرنامج تحياتي وتقديري وبشكرهم جزيلا على العمل المحترف اللي بعملوه في ادارة البرنامج وفي العرض وان شاء الله البرنامج يكون على اعلى مستوى ان شاء الله طيب عاوزين نعرف من حضرك اكتر يعني شركة سبورت بسبورت الافرع اللي موجودة في معظم من الدول والانشطة اللي بتقوم به اه انا جاي لحضرتك كنت ذكرت حاجة واحدة بس من السبع حاجات بقية الحاجات والحاجة المهمة التانية اللي عايزة اذكرها لحضرتك ان بنشتغل في ادارة واستثمار وتشغيل الاندية الرياضية والاجتماعية تمام عندنا ناديين في روسيا شغالين معاهم وعندنا ثلاثة اندية في الامارات شغالين معاهم بخصوص كده ودخلنا السوق المصري بشكل جديد واول مشروع مشتركين معايا في الاستثمار والادارة والتشغيل هو نادي فينسيا تمام الاجتماعي الرياضي نادي فينسيا في مدينة دميات الجديدة ومن احد الاندية الاجتماعية الرياضية العريقة بالمنشآت بتاعتها تمام لان هو بيملك مطعم كبير 850 متر 5 ستار وبيملك طبعا الدعم بتاع المطعم والمطبخ والحاجات دي وبنملك اتنين جم واحد سيدات واحد رجالي تمام وتلات حمامات سباحة اطفالي وسيدات ورجالي وصالة سكواش وملعب كرة قدم وفيه التزحلق على الجليد كمان وصالة تزحلق على الجليد ده جديدة بقى جديدة في مصر دي هي تاني صالة في مصر بعد الصالة اللي موجودة في مول مصر تمام فمنطبة الدلتا كلها ما فيهاش صالة تزحلق على الجليد وحواليها مول تجاري بيضم 12 محل تمام طيب كابتل حمد مرجان يعني رأيك في القرارات الاخيرة اللي اتخذها لاتحاد المصر لكرة القدم بخصوص الغاء الهبوط ودوري سيقام من في القسم التاني من 16 فريق في 3 مجموعات مجموعة الصعيد ومجموعة القاهرة ومجموعة بحر واسكندرية احنا كلنا من التفقيل من الاول يا كابتن ان الاندية دي احنا من اول البرامج اللي قالت يعني شكل المسابقة احنا يا كابتن احنا قلنا ان ما فيهاش لايحة واضحة من اول الموسم تمام فكان المفروض انت منجشت بعد شهر وتقول لي اللعب خمس ماتشات تمام خمس ماتشات يا كابتن انت عارف اللعب اما بوصل للفرط اما بوصل لقمة المستوى بتاعه بعد الخمس ماتشات ما تقعدنش سبعة شهر وتعمل لي فترة اداة شهر ودي جي تقول لي اقعد او اسعد تمام فهو يا كابتن احسن قرار اللي هم اخدوه ان الفرق يلغي الهبوط وكل الفرق متواجدة في الدورة حتى الدورة السنانية يبقى شكله فيه منافسات عالية لان الفرق زادت يا كابتن نشر فرقه يا كابتن دولت ما همش دوري تمام انت فاهمني 16 فريق في كل مجموعة في 3 مجموعات يعني مجموعة الصعيد 16 فريق مجموعة القاهرة 16 مجموعة بحر اسكندرية 16 وهيبقى فيه منافسة شرسة جدا هينزل من كل مجموعة 4 فرق ويسعد اوائل المجموعات في القسم الثالث مباشرة بدون دوري ترقي الى الممتاز به احنا يا كابتن مع القرار ده بس عايزين لايحة واضحة للمسم الجديد واحنا عارفين ان اللاجنة الخماسية خلاص هي اخر شهر لها الشهر ده اذا ما قدرش تعمل لايحة للدوري بالقسم الثاني والثالث احنا خلاص اللايحة بتاع القسم الاول ده معروف خلاص من تهي يعملون لايحة لقسم الاول الثاني والثالث والاول تبقى لايحة مجموعة الهبوط اخر مسم كذا يعني يوضحوا اللايحة يا كابتن عشان ما حصلش مشاكل مسم جدا ويعملوا اللايحة لك كوارث ده المطلوب يا كابتن كابتن عماد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت بسبورت يعني من ضمن اهداف الشركة ادارة شؤون اللاعبين والمدربين والمؤسسات الرياضية عرفنا بهذه الفقرة يعني انتو بتدورها ازاي زي ما سبقت وشرحت لحضرتك بالنسبة لإقدارة شؤون اللاعبين كابسان للعب الاماراتي مثلا وإقدارة شؤونه من جميع الواحد والمدربين ايضا والمدربين ايضا بما يخص المدربين بقى الموضوع بيختلف شوية لان المدربين بقى عندهم مسئولية كبيرة عن نتائج الفريق ومعاملات اللعيبة فبندلوا الموضوع ده من حيث الناحية التكتكية والناحية الفنية لان احنا معانا شريك من دولة روسيا شركة انستات الدولية للتحليلات بتاعة الرياضة وكورة القدم بالذات هي اكبر شركة على مستوى العالم في التحليلات ومعانا شراكة فيها ومعانا من احد الشراكة فيها مستر محمد عبداللطيف هو اللي بيمثلها معانا وبنقوم بالتحليلات كلها بالنسبة للمدربين واللعيبة بالنسبة لإقدارة تشغيل المؤسسات الرياضية زي ما سبقته قلت حضرتك برضو ان احنا شغالين في الاستثمار الرياضي عن طريق استثمار بعض الاندية الرياضية داخل مصر بدأنا في نادي فينسيا في دميات الجديدة وبنتفوت حاليا مع ثلاثة اندية اخرى اولهم نادي سيت ستارز في شيخ زايد ونادي بورتو ونادي ماونتون فيو كابتن حمدي يعني احنا عارفين ان الاتحاد المصري لقرة القدم اخطر الاندية شفاهيا حتى الان باقامة الجامعية العمومية الغير عادية ليوم 10 نوفمبر القادم لإقرار لائحة النظام يعني لائحة الجديدة للاتحاد المصري لقرة القدم رأيك في التغييرات اللي حصلت في هذه اللائحة مصر يا كابتن انا 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 قلت لحضرتك هو اولا التغيير المعادة ده هما مدبرين لان ده قرار الفيفا تمام انه هو يقدم موضوع الجامعية العمومية على اساس ان هما يا كابتن اه ماشيين الاخر الشهر مفروض تلاتين نوفمبر خلاص اللجنة القومسية سجرة الانتخابات انها عملها بقى ورجل القناة فاحنا مطالبين من الجامعية العمومية دي اساسا من فترة تمام بس هو الفيفا جدد للجنة القومسية تمام فانا يا كابتن مع الدغييرات دي برضو تمام وهتفيدنا برضو ان شاء الله تمام مع تعديل اللوايح صح يا كابتن تمام تعديل وشكل المسابقة وشكل المسابقة ونظام الصعود والهبوط عشان يعني يبدأ المسابقة ما يحصلش فيها تغيير حتى نهايتها يا كابتن محمد فيهم اقتراحات محطوطة للليحة من بعض رؤساء الاندية وموقعان عليها كلهم تمام على اساس ان هم يعرضوها في الجامعية العمومية اللي جاية تمام وانا شفت برضو من بعض الاقتراحات دي في اللوايح الليحة الجديدة اه وهتتعرض عليهم وهم عشان يشتغلوا واشتغلوا بمصداقية لازم يتعاملوا مع الاندية زي ما هم عايزين يا كابتن في الليحة لان هم اللي عايشين ومضدردين من الوضع بتاعة الاندية بتاعتها فهم اللي حاسين فانت تأمي الليحة على حجم الاندية بتاعتك طيب رأيك في رفع قيمة الاتحاد المصر كرة القدم من عقود اللاعبين من 3% ل6% غير ضريبة على القيمة المضافة ليه 14% ده يعني بتحط كاهل كبير جدا على الاندية ومش لقى الاندية مش لقية يعني مش لقية فلوس تجيب لعيبة وتجيب تعمل تعاقدات فالاتحاد المصري بيعني كده بيعمل فجوة كبيرة في الاندية المصرية يا كابتن محمد الاندية اللي صعد بحديث عندي بتدور على مستثمرين علشان ما عندهمش موارد الناس استنفيذ تكون معين الموارد في الفترة اللي بتاع التوقف مركبات لعبين وإقافات وشغل وصنات ملاعب وده صرفت على الكلام ده عشان تجهز الموسم الجديد فانت عشان ترفع من 3% لـ 6% ادين وانا ادفع اصرف للوقت حالا قبل القيد وانا ادفع لك 6% انما انا ما عنديش ادفع لك منين هياخدها مدونية على النادي ويعمل برضو زخم على النادي ويبقى حصل مشاكل برضو كابتن عمادي المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت باسبورت بالنسبة ايضا في بند تاني في يعني اوجه انشطة الشركة اللي هي لتطوير لتأهيل وتطوير القدرات والمؤهلات الرياضية كلمنا عن هذه الفقرة بالنسبة للبند ده حضرتك احنا بنعمل اكاديمية في مصر دلوقتي اكاديمية مهنية طبعا زي ما حضرتك عارف الشاب او البنت اللي بتتخرج من كلية التربية الرياضية او اي مؤسسة تعليمية الرياضية بتخرج او بيخرج للشغل ما هوش عارف حاجة يعني اللي تعلمه في الكلية انا اسف طبعا مع احترامي وتقديري للاسات ذاتنا في الكلية جميعا واحترامي وتقديري برضو للجامعات والكليات المختصة بالرياضة بس بيخرج مش عارف يشتغل في المجال الرياضي بشكل محترف زي ما حضرتك عارف ان الرياضة اصبحت اكتصاد قوي واصبحت مهنة احترافية مش زي الاول في بعض الوزايفة الرياضية زي مثلا السياحة الرياضية زي مثلا الاحتراف الرياضي زي مثلا الفانز بروموشن اللي هو الترويج الجماهيري مفيش حد بيعرف في المجالات دي كلها حاجة فاحنا ان شاء الله في صدد انشاء اكاديمية مهنية على مستوى الدول العربية مش في مصر بس بتخريج شباب وشابات يشتغلوا في المهنة الرياضية بشكل محترف تمام اعزائي المشاهدين الكرام نخرج فاصل ايضا لمشاهدة التقرير الصوتي لشركات سبورت بس بورت ونرجع لحضراتكم مرة تانية رجعنا لكم مرة تانية عزائي المشاهدين الكرام ومعنا اتنين ضيوف كرام علينا النهاردة كابتن عماد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت بس بورت وايضا النقد الرياضي كابتن حمد مرجان في ضيوفتنا النهاردة في كرة البلد كابتن عماد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت بس بورت يعني كلمنا كده لإدارة الشؤون الاقتصادية والتسويقية والحقوق الرقمية الرياضية حاوزين نعرف الفقرة دي ايضا في انشطة شركات سبورت بس بورت تمام حضرتك احنا بالنسبة للحقوق الرقمية والتسويق اللي هو الديشتر ماركتنج التسويق الرقمي احنا بنشتغل بشكل تقني بندخل خاصيات الزكاء الاصطناعي في الرياضة وسبقوا عملنا من سنتين مؤتمر دولي في الزكاء الاصطناعي في دولة الامارات حضروا اكبر صناع الرياضة على مستوى العالم بنستخدم الابليكيشنز والسوشيال ميديا بيجز في التسويق للرياضة زي ما سبقت وقلتوا حضرتك ان احنا لما بنتعيد مع لعب او مدرب او منشأة رياضية يعني النادي فينسيا مثلا هيتم فيه تطبيق الزكاء الاصطناعي من اول الدخول من بوابت النادي بالكارت الزكي اللي بيتقارى بالويرلس وبينزل من خلال الابليكيشن بتاع النادي جميع الخدمات سواء داخل النادي او خارج النادي بالسيرير نمبر بتاع العضوية بيتاح للعضو ان هو يستخدم منشآت النادي او منشآت خارج النادي او الخدمات بتاعته كلها من خلال الابليكيشن والويب سايت والسوشيال ميدي تمام يعني يا كابتن حمدي احنا بنبارك لاندية البنك الالي وسيراميتا كلبطرة وغزل المحلة بصعودهم للدور المصر للكرد القدم وايضا بنهني اندية القسم الثالث الصاعدين الى دور القسم الثاني وفي المجموعة الاولى كيمة اسوان والمجموعة التانية قنة المجموعة الثالثة اسمانت اسيوت المجموعة الرابعة مركز شباب صمصت المجموعة الخامسة الشرقية للدخان الستة السكة الحديد والمجموعة السبعة بورتو المجموعة التامنة قفر الشيخ والمجموعة التاسعة بن عبيد المجموعة العشرة سيرس الليان والمجموعة الحادية عشر سبورتنج والمجموعة الثانية عشر الجزيرة المطروح احنا بالماركلوم يا كابتن الفرقة دو كلها واحنا نعرف الفرقة ديت بالفرقة يعني احنا محتاجين للفرقة ديت يا كابتن يصرف لهم دعم قبل الدور ما يبدأ الفرقة دي يا كابتن لازم تجاهز نفسها والاتحاد يقف جنبها الاثناشر الفرقة اللي طلعها دول يا كابتن ما عندهمش دعم وكلهم فرقة دعم المادة بتاعهم يعني ضعيف مش قوي يعني هو زي كان بصرف جمهرية وزي كان يا كابتن هو بصرف في التالتة مليون جنيه ما يعرفش يوفر الوقت عقود لان نواقف ازمة قران ديت الاندية فضية لكان في موارد ولا قاعات شغالة ولا الاندية اجتماعية شغالة كل الوقت اللي شغال على الاشتراكات والاشتراكات الاندية يا كابتن خمسين جنيه ومت جنيه في السنة فالاندية دي يا كابتن عشان تقف على رجلها لازم الاتحاد يصرف وتعمل الاندية ديت علشان تقدر تعمل فرقة والوقت دي يعني النظام اللي حلنزل مبارح ان الدورة هيبدأ في 11 الوقت دي هيتعادوا امتى يا كابتن ولا هيجيبوا فلوس امتى حتى الان زى ما اشرنا حتى في الحلقة الماضية وحلقة اليوم ان مفيش ولا نادي لسه قدم القيمة الاولى حتى الان وفترة القيض الاولى فتحة من 10 اكتوبر يعني النهاردة 27 من 10 17 يوم مفيش ولا نادي قدم قيمة الاولى بتاعت اللعبة بتاعته نحنا عندنا مشكلة يا كابتن هل يحق اللجنة الخمسية اللي هم ممكن يصرفه موارد الان دي الوقت وهم اللي اصطلوا ان شاء الله كابتن الاندية الصعيدة ديت لدور القسم التاني مش لهم كابتن الليحة بتدقب يعني بتقول ان الفرقة اللي تصعد للقسم التاني تاخد 250 الف جنيه هل هيصرفه المكافآت دي للاندية دي المفروض يا كابتن كانت تصرف من مجرد ما هو بدأ لاسترجاع الدور كان صرف الفلوس للناس دي الناس دي ربني يعلم هم جابوا فلوس منين ولعبوا المرشات الباقية دي منين عشان كده يا كابتن حمدي البنك الالي شركة وسيراميقة شركة وغزل المحلة ايضا شركة لكن نادي جماهيري هم اللي صعدوا للدور الممتاز لكرت القدر موسي يا كابتن هم التلات اندية دور تلاقي خوف عليهم في الدور هو الخوف عليهم ان هم يشتغلوا بموارد الدرجة الممتاز به لو اشتغل على الموارد الممتاز به هيرجع تاني للممتاز به فهو لازم يطور من نفسه ويعلي العقود بتاعته ويشتغل لانه دي الفرقة الوحادة اللي عندها موارد كابتن عماد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت باسبورت ايضا من الانشطة اللي بتقوم بها شركة سبورت باسبورت التطوير والعلاقات الدولية والدعاية والاعلان الرياضي والحديث تمام يا فنة بالنسبة لقصة الدعاية والاعلان الرياضي الحديث المختص بالرياضة طب نسازن حضرك كابتن عماد معانا الكابتن سيف سلطان المحرزي لاعب نادي العين ولاعب منتخب الامارات السابق ورئيس مجلس إداري الشركات سبورت باسبورت اهلا بيك يا كابتن سيف السلام عليكم يا كبار اهلا بيك يا كابتن سيف وعزائنا لحضرتك واسرة برنامج كورت البلد بتعز حضرتك بوفاة ابنك ويعني حفيدك حفيدك سلطان لاعب نادي الوحدة وايضا يعني بنقول لحضرك البقاء والدوام لله البقاء والدوام لله والحمد لله الحمد لله حدر الله ومشاهدان قال لنا يا كابتن سيف الحمد لله قال لنا يا كابتن سيف كابتن سيف سلطان المحريزي لاعب نادي العين ولاعب منتخب الامارات السابق ورئيس مجلس إدارة شركات سبورت باسبورت قال لنا عنشطة شركات سبورت باسبورت يا كابتن سيف أول شيء أنسي عليكم بالخير ومشكورين على استضافتي وستضافة أخوي وشريكي عماد بكاوي وأنا صراحة سعيد في القناة هذه يعني تطور رياضة واتطور أفكار رياضية واتوصل كده نوصل فيها للعالمية بإذن الله فنحن نشينا الحمد لله الشركة هذه بأخوي يعني مشاوراتنا في عماد والحمد لله تطقنا أن ننشأ شركة عالمية باستوى عالمي والحمد لله بدينوا في الاستثمار في مصر والحمد لله الحين قاعدين يعني ننشأ شركة أخرى في أوروبا وعدنا اتفاقيات أو شركة ثانية في روسيا والحمد لله يعني إن شاء الله نكون عقدر المسؤولية أن نرفع الكرة الكرة العربية بشكل إلى مستوى أعلى بعضة العشاء عبدالنبي والكابتن حمدي مرجان بنقدم التعازي لحضرتك لوفاة الكابتن سلطان سيف لعب بنياس ولعب الوحدة وإن شاء الله ربنا يجعل مسواه الجنة هو وابنه صغير إن شاء الله أمين يا رب وسنيا بنعتز بحضرتك كرئيس مجلس إدارة لمجموعة شركات سبورت باسبورت وبنتمنى نتوفق جميعا في المجال الاحترافي الرياضي سواء في مصر سواء في الإمارات سواء في روسيا أو أي مكان في العالم إن شاء الله وشكرا جزيلا إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا مشكوري نبو حفظك يا خبتن هوات فيك الخير دايما وإنت رجل ما شاء الله عليك منسب وإعلاني قوي إن شاء الله نحنا بعد نستقبل خبراتك في هذه الشركة وإن شاء الله بتوفيق يا رب كابتن حمد مرجان عاوز برضك يعني يوجه رسالة لحضرتك كابتن سيف كابتن سيف نحنا بنعز حضرتك وبنعز الرياضة الامراطية في المغفور له ابن حضرتك فإحنا يعني 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 بندعي إن ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مسواه الجنة إن شاء الله آمين يا رب آمين احنا بنشكر حضرتك كابتن سيف سلطان المحرزي لاعب نادي العين ولاعب منتخب الامارات السابق ورئيس مجلس إدارة شركات سبورت باسبورت يعني يعني مدخلة يعني متميزة لرئيس مجلس إدارة شركة سبورت باسبورت بالامارات كابتن عماد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت باسبورت يعني رسالة عاوز توجيها لشعب الإمارات وكابتن سيف سلطان المحرزي طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة دي بلدنا التاني وبالنسبة لأنا شخصيا بلد التاني طبعا زي مصر بالظبط وأنا عشت فيها سنين طويلة واشتغلت في أماكن كتير فيها وليها الفضل علي بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى وبنذكر دولة الإمارات بالخير طبعا ما نستغناش عنها يعني حتى أنا لو مليش شغل في الإمارات أنا بسافر بس عشان نقعد هناك شوية وارجع من بلد المحبوبة وبالنسبة ليا والزوجتي والأولادي طبعا بيحبوا دولة الإمارات كتير انت بقى لك فترة كبيرة جدا كابتن مات فيها 17 سنة 17 سنة يعني نسبة كبيرة من عمرك يعني بالضبط وثنيا شخصية بالنسبة للكابتن سيف والله مش عشان هو موجود أو كده أو مش عشان مجملة في الكابتن سيف كابتن سيف شخصية محبوبة جدا وعلى فكرة كان هدف العرب سنة 1993 أخد الحزاء الدهبي في كاس العرب وهو شخصية مؤدبة ومحتربة جدا وأنا بتشرف بالشراكة معاه في الشغل الاحترافي دوت وبتمنى له وبتمنى للجميع كل خير إن شاء الله كابتن حمد مرجان ناقرنا الرياضي توقعاتك في البطولة الإفريقية بعد صعود النادي الآلي لنهاء البطولة الإفريقية ومنتظر مباراة الإياب لفريق النادي الزمالك يوم 1 نوفمبر إن شاء الله مع الرجاء تتوقع يكون النهائي مصري خالص ولا وجهة نظر حضرك إيه لا يا كابتن هي واضحة من من الأسبوع اللي فات لما لعيبة الرجاء يا كابتن إصابوا بموضوع كورونا أولا لعيبة الرجاء الوقت يا كابتن قاعدين في العزل لا بتمرنهم ولا في تعملهم ولا في إيه حاجة فما فيش هيبقى عندهم للاقة بدنية ولا لعب ولا يا كابتن خلاص هو إن شاء الله هيبقى مصري خالص بس إحنا عندنا مشكلة تمام إحنا الوقت وكان مقرر للاتحاد النهائي هيتلعب في استاد القاهرة المفروض الاستاد رقم واحد على مصطوى مصر هتلعب في برج العرب هو راح ألعب في برج العرب ليه والمصلحة مين وعشان إيه إيه الهدف منك أنت لجنة خماسية إن إنت بتحطم القرى المصرية هو عرص رياضي أفريق كل العالم بتتفرج عليها كابتن كل العالم بتتفرج عليه إيه فكرتك إن إنت تنقل برج العرب تمام عايزين نعرف نسألهم السؤال ده ومش هيجاوب عليه في بداية البرنامج في فقرة الأخبار أشارنا أن الأمن هو اللي رفض إقامته في استاد القاهرة ويقام في برج العرب يا كابتن مفيش حاجة أسماء للأمن اللي عندك مجماهير ولا عندك أي أنت في قرونة يا كابتن عندك احترازيات فإنت الوقت لصالح مين أنت بتنقل المطش من برج العرب لصالح الأهلي لا يا كابتن النية مش كويسة أنت صادق قهرة يا كابتن فخر لمصر أروح نعرف في اسكندرية يا كابتن طب يا إيه الهدف من النقل المبرادة الهدف من الله مبرادة اللي يعرفها بتروع اللجنة الخماسية ومش عايزين نتكلم يا كابتن لأنهما تعبونا بصراحة اللجنة الخماسية دي تعبتنا معناش عارفين لهم حل والحمد لله للمدة خلصت عشان نرتاح بقى ونقرف نشتغل ماشي في يعني كابتن عماد المكاوي رسالة أخيرة عاوز توجهها يعني لمحب شركة سبورت بسبورت وأيضا الأنشطة المختلفة اللي بتقوم بها شركة سبورت بسبورت عاوز يعني رسالة توجهة للشعب المصري النهاردة من خلال برنامج كورة البلد تقولهم النهاردة طبعا بنقول إن مصر دي بلدنا الأول وإحنا بنعتذب مصر بلدنا أعتزاس كبير جدا ولينا الشرف إن إحنا مصريين الحمد لله ثانيا بتمنى للشعب المصري جميعا إن شاء الله التوفيق في الأيام الصعبة اللي إحنا فيها دي وربنا يوفقنا جميعا وياهم وأخيرا بشكر حضرتك وبشكر الكابتن حمد برجان على المقابلة القيمة دي ونتمنى لك شخصيا يا أستاذ محمد كل خير والبرنامج بتاعك يصبح أكبر برنامج رياضي في مصر إن شاء الله إحنا شرفنا بحضرك النهاردة كابتن عماد وشرف لنا إن أنت تكون متواجد معنا النهاردة من خلال برنامج كرة البلد أيضا كابتن حمد برجان نقضنا الرياضي الكبير اللي دايما يقول لك إيه السبب رسالة توجيه الجماهيري الكرة المصرية تقول له مئي النهاردة أنا الأول أنا مبسوط أول جدا في وجود كابتن عماد إن هو شرفنا النهاردة كابتن عماد عندي استثمارات هيلة وأنا بطالب المؤسسات الرياضية الحكومية إنها تسند الكابتن عماد لأنه هو عامل مشاريع تفيد الاقتصاد المصري مش تفيد هو أولا وغير حضرتك فإحنا نفسينا إن جميع المؤسسات الحكومية الرياضية اللي بتشتغل في مصر تتعاون معاه وتدعمه لأن دي خير لمصر وخير لرياضة المصرية وغير إدارة شؤون اللعبين دي يعني فوق الممتاز إنه هو بيديرها إن أنا بعمل اللعب زي ابني فأنا بهنيه وبقوله ربنا يوفقك وكرمك لأن دي مش جيد على الكابتن عماد الرئيس التنفيذي لسبورت بسبورت وربنا يا كريم يوفقه في المشروع بتاعه إن شاء الله إحنا في نهاية هذا البرنامج بنشكر الكابتن عماد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركات سبورت بسبورت وأيضا بنشكر يعني الناقض الرياضي الكبير الكابتن حمد مرجان في وجودكم معنا في هذه الحلقة في كرة البلد في كل بيت في البلد في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين بنشكر الإعداد عمري خليفة الفي تي آر محمد عبد السلام إضاءة تامر السيد صوت علي السين والبلاك آوت محسن علام مدير التصوير محمد العزب شرفتنا حج عزب ومنور للستيديو يعني كنا مفتقدينك الحلقة اللي فاتت ورئيسة التحرير مارينة جمال وأيضا مخرج الروائع ومخرجنا الرائع النهاردة الأستاذ محمد عبد المجيد بنشكركم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قديمة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد